تشمل معايير اختيار نصوص الاستماع نوعين من المعايير أولا المعايير التي تتعلق بموضوعات الكتاب أو المنهج المدرسي في مهارة الاستماع عند اختيار النصوص في هذا المنهج لا بد أن تراعى أولا طول النص أن يتناسب طول النص مع المستوى العقلي والعمر الزمني وسعة الانتباه والذاكرة الخاصة بالمتعلمين كذلك نوع النص لا بد من التنويع بين النصوص ذات المحتوى العلمي والنصوص ذات المحتوى الأدبي ولا بد من التنويع كذلك بين النصوص السردية والنصوص الخطابية والنصوص الحوارية حتى يتعود الطالب على الاستماع إلى مختلف أنواع النصوص أيضا هناك معيار يتعلق بعدد الكلمات الجديدة الموجودة في النص والتي يمكن أن تشكل عقبة أمام فهم الطالب للفكرة الرئيسية أو الفكرة العامة في النص كذلك أنواع الجمل المستخدمة هل يغلب في النص الجمل الخبرية، الجمل الإنشائية، الجمل الطلبية أيضا أن يتناسب موضوع النص مع معارف الطلاب السابقة ومع مستوياتهم ومع القيم والأخلاق والتقاليد السائدة في مجتمعهم أما النوع الثاني من المعايير فهو يتعلق بموضوعات الاستماع التي يقرر معلم اللغة العربية أن يختارها بنفسه عندما ينوي معلم اللغة العربية أن يختار نصا بنفسه ليسمعه لطلابه فلابد أن يراعي معايير تشمل أولا أن يرتبط النص بموضوعات الكتاب المدرسي ثانيا أن يتناسب المستوى المعرفي والمعلوماتي الموجود في النص مع الطلاب ثالثا أن يكون النص ذا مستوى لغوي مقبول وليس مستخدما فيه اللهجة العمية وليس مستخدما فيه اللغة الفصيحة المتقاعرة المتكلفة التي يصعب على الطلاب متابعتها إذن نحن نفضل اختيار موضوعات الاستماع التي تستخدم فيها اللغة الفصحة البسيطة اللغة الفصحة الواضحة اللغة الفصحة المناسبة الشائعة في المجتمع كما يجب أن تتنوع هذه النصوص لتشمل الأشكال اللغوية المختلفة مثل القصة والمقال وغيرها هذه هي أهم المعايير التي يجب أن تراعى في نصوص الاستماع المقدمة للطلاب في مختلف مراحل التعليم ترجمة نانسي قنقر